اشتركوا في القناة عاشت مساء أمس السبت حالة السنفار قصوى جراء يقدم مهاجرين منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ببث الرعب والهل على مستوى القصبة بالمدينة القديمة ووفق مصادر خاصة فإن المهاجرين كانوا مدججين بالعسي والهلوات وقاموا بإهثارة الرعب في صفوف المواطنين بالقصبة وساحة المسير الخضراء وأضافت المصادر ذاتها أن المعنيين دخلوا في عراق بالحجارة مع مجموعة من المواطنين وأصحاب المأكلة الخفيفة الذين تضرروا جراء هذا الهجوم كما سجل تكسير إحدى السيارات فيما تم نقل شخصين إلى المستشفى الجهوي جراء إصابتهم الواقع دفعت بالمصالح الأممية لتتدخل على وجه الصرعة إذ قام عناصر السلطة بضبط الأمور وتأمين محيط شارع محمد الخامس وساحة المسير الخضراء